شيء تاني تشجيع تاني بيشجع المؤمنين أن نعيش جنسيتنا السماوية جنسيتنا السماوية اسمع يعني على الأرض لأنه لازم نتذكر عدة أمور أنه إحنا أصبحنا خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت إحنا صار مركزنا في المسيح طب إيه هو مركزنا صرنا أبناء للرب التبني وبنات للرب صرنا في عائلة الرب في جسد الرب فتذكر مركزك يا مؤمن أنك أنت ابن أنت بنت للرب فما تهين اسم الرب فإحنا يعني مش بس منصهر ولكن منعيش جنسيتنا السماوية السماوية على الأرض بعدين أنت سفير السفير هو اللي بمثل بلده في دولي أخرى فإحنا منمثل السماء على هذه الأرض تذكر شيء مهم الأرض مؤقتة تذكر أنه إلك بيت في السماء وإلك وطن سماوي نعم هذا لا ينفي أنه عندنا أوطان ومنحب أوطاننا ومنحب شعوبنا ومنحب طبعا ومنصلي من أجل الحكماء ومن أجل الرؤساء ومن أجل كل من هو في منصب وفي مرتبة إنه هاي ولكن تذكر أنه الله اللي بحط هؤلاء الأشخاص في الحكم حتى لو كانوا غير مرضيين ولكن الله يتمم مشيئته مشان هيك أي شخص مسؤول في أي وظيفة حكومية في أي مرتبة إذا أنت بتسمع الله وضعك في هذا المنصب لأنه ينصب ملوكا ويعزل ملوكا الله يعني هو حتم بالأوقات المعينة فيه توقيت لكل شيء بعدين نتذكر شيء تاني يعني إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما إذا في حكومات عم بتمارس سياسة القمع وتحديد حرية الإنسان وعم بيتحرك أنه كل اللي بيعملوه من أجل نفخ شخصياتهم في يوم في يوم أنت رح يتواجه الرب فهي دعوة للملوك ودعوة لكل منهم في منصب ودعوة لكل المسؤولين على الأعمال حتى لا يكون قمع ولا يكون فيه عدم العدالة الاجتماعية ويكون فيه رفق وحنية ومحبة وإنك تعطي العدالة لكل الناس والناس يتمارس حريتها مش بالقمع الشخص اللي بيستخدم القمع سواء سياسيا أو دينيا فإذا سياسته بتكون هشة وإن كان دينيا فهو يدافع عن دين هش لأنه لا يستطيع أن يستخدم المنطق ولا يستخدم الكلام فيلتج إلى القمع والاستغلال والظلم ولا ربما كل الأمور حتى يحافظ أو يحمي دينتو فأنا بصلي اللي بشاهدونا أنه يتحرروا من هذا الشيء فإذا نعيش جنسيتنا السماوية على الأرض اسمع ما يقول الكتاب فإن سيرتنا سيرتنا يعني مواطنتنا جنسيتنا ستزنشب فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده يعني الله رح يغير هاي الأجساد عندما جئ ثانية فأجساد لا تتحلل ولا تفسد ولا تمرد ولا تحزن أجساد ممجدة أجساد نورانية أجساد بقول كتاب على صورة جسد مجده نشابه ربنا يسوع المسيح في كل شيء اشتركوا في القناة